شاهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ندوة بعنوان دور الوعي المجتمعي في تحقيق الامن القومي وامن وسلامة القوات المسلحة وذلك في ظل تعظم التهديدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة والتي نظمتها ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والقامدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع كلمة اشار فيها الى ان فعاليات الندوة تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه مشيرا الى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الاجهزة المعنية لزيادة الوعي المجتمعي لما له من اهمية في تحقيق الامن القومي المصري وقد شارك في اعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والاجتماعية والتي تناولت ثلاثة جلسات علمية انتهت الى تقديم عدد من التوصيات والاليات المقترحة لتقديم استراتيجية لتنمية الوعي المجتمعي في مصر وفي نهاية الندوة نقل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للحضور وهنأهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان مؤكدا استمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعي المجتمعي بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع حضر الندوة عدد من مدير الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الاستراتيجيين